قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها وتحفظ بها الأسرة وتحمى بها الأسرة وتقوى بها الأسرة التعامل بين أفراد الأسرة بالأخلاق الكريمة أن يتعامل جميع أفراد الأسرة بالأخلاق الكريمة الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال العلماء يدخل في المعروف كل خلق كريم فالأسرة ينبغي على أفرادها أن يتعاملوا بالأخلاق الكريمة يرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير تكرم المرأة في بيتها ويتعامل الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان السلام ورحمة الله كان يكون في بيته في مهنة أهله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا أيها الأحبة أن نجعل ذلك شعاراً لنا نتعامل بحسن الخلق من أسف شديد أن كثيراً منا جعلوا حسن أخلاقهم للشارع وجعلوا لبيوتهم أسوأ ما فيهم بعض الناس إذا خرج وجلس في المجالس قلت ما شاء الله ما آنس كلامه هذا الرجل يحدث الناس فيفتح القلوب رجل لا تمل مجلسه يضحك جليسه يؤانس جليسه حسن الأخلاق إذا أخطأ عليه أحد قال جزاك الله خيراً غفر الله لي ولك فإذا دخل بيته انقلب حاله وأصبح أسداً غضوباً يغضب لكل شيء ويغضب من كل شيء ويعاقب على كل شيء ويؤاخذ على كل شيء صموتاً في بيته لا يكاد يتكلم وليس هذا من العشرة بالمعروف ينبغي على الأب إذا دخل بيته أن يجمع أسرته وأن يحادثهم وأن يلاطفهم وأن يسأل عن أحوالهم وأن يملأ قلوبهم حباً فإن هذه القلوب تشتاق إلى الحب فإذا لم تشغل بحب من الأب بحثت عن الحب في غيره فينبغي علينا جميعاً أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذه القضية الكبرى والعلامة العظمى وهي التعامل في داخل أسرنا بأحسن الأخلاق وأكرمها جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه